اتما حجاج مملكة البحرين اداء مناسك العمر بعد اكتمال وصولهم الى المشاعر المقدسة يأتي هذا فيما واصلت بعثة الحج البحرينية تقييم ومتابعة الحملات البحرينية للتأكد من تطبيق المعايير القانونية والالتزامة المتفق عليها عقد حملات الحج البحرينية قد اكتمل في اطهر بقاع الارض تسع وخمسون حملة تلألأت بوصول حجيجها الملبين امنين وسالمين ومن اجل سير مناسك الحج على امثل حال واصلت بعثة الحج البحرينية في فحص حملات المملكة مبنى مبنى وطبقت جميع المعايير القانونية والادارية وغيرها على تلك الحملات هذا العام اللي لاحظنا ولله الحمد ان جميع الحملات بدأت تتنافس في تقديم الخدمات لحجاج بات الله الحرم طبعا الحملات في العام الماضي اللي كانت مثل ما نقول خدماتها متدنية او متواضعة يعني احنا تفاجأنا لما قيمنا الحملة في المبدأي لاحظناها انها تتنافس الحملات الكبيرة في التقييم العام الماضي وفي عام شهد المزيد من الحداثة والتطور اشاد الحجاج البحرينيون بدور المملكة العربية السعودية وبدور مملكة البحرين في تسهيل اجراءات كل ما يتعلق بالحج كما تبادلوا اطراف التحايا والحكايا خلال مدني السعودي فتحولنا تقريبا ما يقارب 30 ل40 كاونتر يعني الطائرة كامل مؤخرة بالكثير خمس دقائق خلصونا اجراءاتنا كامل اتفاجأنا طلعنا برا للشنطات مصفوفة مرتبة وجوشها لها ووصلونا يعني اجراءات المطار المدينة السنة مميزة جدا 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 البعثة ليس لديها استغناء عن الحملات والحملات ليس لديها استغناء عن البعثة فكلنا نمثل حزمة واحدة كلهم جنود ويعملون باخلاص وانا اشيد اشيد واكرر بان جميع افراد البعثة وخصوصا هذه السنة مستعدين لخدمة الحجاج باكمل وجه اذا بختار دعوة واحدة بدعو لامي وابويا بالصحة والمغفرة والرحمة ورب يرحمهما كما ربياني صغيرة اهم دعوة عندي للوالد والوالدة بالصحة والمغفرة والجنة كان سابقا يأتون بالبواخر ثم تطورت المسألة الى السيارات والان الحمد للعالم بالطائرات والتطور في العالم كله ماشي يعني ادوا عمرتهم واعتنقت نظراتهم الكعبة المشرفة حجاج مملكة البحرين قد اختلجت صدورهم بالغبطة والبهجة اكثر من خمسة الاف حاج بحرني حطوا رحالهم بمكة المكرمة حاملين مشاعرهم وامانيهم فطعموها بالدعوات لهم ولأحبابهم لتلفزيون البحرين صالح يوسف مكة المكرمة